السلام عليكم ورحمة الله انا اياد الرضوان من صفحة احلى مواقف شطرنج وقناة احلى مواقف شطرنج على يوتيوب لا تنسوا الاشتراك بالقناة ولا تنسوا تشوفوا الفيديوهات الاديمة رح نشوف اليوم مباراة مجنونة بين الجراند ماستر المصري احمد عدلي والجراند ماستر الهنغاري ريتشارد رابورت طبعا ريتشارد رابورت معروف من افضل لاعبين بالعالم تقريبا من الثلاثين الافضل تقييمه ووصل ل 2752 وتقييمه الحالي 2723 بذكر مباراة ما بعيدة فارز على ماغنوس كارلسون فهو لاعب ممتاز خلينا نشوف هاي المباراة وشو صار فيها هاي المباراة لتعبت عام 2015 ببطولة العالم العاشرة على الفرق الابيض رابورت ريتشارد والاسود احمد عدلي بلش ريتشارد بي 3 بي 3 هاي بسموه هجوم لارسون او هجوم نيمزوفيتش لارسون واللي كان مشهور فيه كتير لاعب لارسون وحاليا فيه لاعب بلعبوها مثل رابورت ريتشارد عم ملعب اليوم وبالدورج وبوبوفا وظهرت بأدوار ناكامورا وخصوصا بالرابيد والبليتز رد احمد عدلي بي 5 اي 5 اظن الهدف مننا انه يلعب اي 4 ويزعزع الجنود بجناح الوزير ما بيهتم للمسألة اللاعب الابيض وبالعاب اي 5 اي 4 اي 4 وبالعاب اللاعب الابيض ايضا نقلة غريبة بي 4 شوف هاد الوضع هاد الوضع بعد النقلة التانية ما نمكرر ولا مرة بالداتابيز يعني الشطرنج كله ما صار هاد الوضع غير بهذه الوضع فوضع غريب جدا انه يكون بعد نقلتين بس ما نمكرر غير مباراة واحدة للاعبين جراند ماستر فهذا بيدل انه هذا وضع مجنون افتتاح نادر بتكمل الدور بعد اي 6 بيشوب بي 2 دي 5 اي 3 دي تكس اي ان سي 3 ان اف 6 و جي 4 اي جي 4 نقلة ضعيفة الحقيقة بتطعف جناح الملك والابيض رح يعاني بعد شوي رح نشوف من ضعيف جناح الملك بسبب هاي النقلة اي جي 4 الافضل كان يدعي الابيض للضغط على هاد البيضة اي جي 5 بي 5 اي جي 6 بي شوب جي 2 ونقلة زكية من احمد عدلي روك اي 5 روك اي 5 طبعا البيضة بي 2 صار البيضة بي 5 صار بيضة ضعيف والضغط عليه رح يحط الابيض بوضع صعب كوين اي 2 بي دي 7 للضغط على البيضة بي 2 روك بي 1 كوين سي 7 بي شوب ضرب اي 4 وهي نقلة كمان مشكوك فيها اه وحفي النشيط نايت ضرب بي شوب كوين ضرب نايت وبي شوب ضرب بي بي 5 ان ضرب بي 5 روك ضرب بي 5 كوين ضرب ونقلة جيدة كوين سي 6 كوين سي 6 بيحمي الرخ وبيضغط على الرخ الموجودة بال ونايت اف التلاتة النايت معنه محمي ولكن اكيد ما بيحسن ياخده لانه الرخ الموجودة بي 5 غير محمية بي شوب بي 6 نلاحظ الوضع معنه مبيت عالطرفين مع انه وصلنا لمرحلة جيدة والوضع معقد يعني غير مألوف بالاوضاع التقليدية فمشان هيك نقول انه وضع مجنون ودور مجنون حقيقة كينج اي 2 لحماية الحصان C4 C4 الهدف منه اعطاء كشب الرخ من ال E2 وبالتالي اخذ الوزير ولكن هون لاعب الابيض بيقبل هالتضحية وبيقبل بتضحية رخين مقابل الوزير وبيلعب بيشوب ضرب G7 وبيسمح اللاعب الابيض انه ينفذ غطته ويعطي رخين مقابل الوزير رخ E5 كيش N ضرب E5 كوين ضرب كوين وبيشوب ضرب رخ وهون محرك بيعطي افضلية كبيرة لصالح اللاعب الاسود في رخين مقابل الوزير ولكن الوزير نشيط جدا وقطع الاسود اكتر نشاطا C3 F3 والان اللاعب احمد عدلي بارتكب خطأ خطأ حقيقي هو الوزير F4 كوين F4 وهون تقريبا المحرك بيعطي الوضع تقريبا تعادل رجع الوضع تعادل بعد ما كان افضلية كبيرة فلو لعبان مثلا Queen D4 للضغط على هذا الحصان هذا الحصان رح يروح على الاغلب او الفيل ورح يخسر اللاعب الابيض رح يخسر اطعاء كاملة طبعا طبعا نشوف اذا كملنا او فيك نحن نضغط على الملك اه كان فيه يعني ياخد مبادرة كتير اوية ويضغط على الحصان ولكن لعب Queen F4 ورجع الوضع تقريبا تعادل D ضرب C Bishop C 5 Rock B 5 ND 2 ونقلة كتير زكية من اللاعب ال احمد عدلي حصان ضرب حصان طبعا هاي النقلة تضغط على الحصان وما بقدر الابيض ياخد حصان ضرب حصان لانو راح يصير فيه هجوم شرس على الملك ولكن لاعب الابيض ما بارف ليش قرر المخاطرة ولعب حصان ضرب حصان فبلش الهجوم Queen E 3 cash mleke D1 Bishop ضرب F3 Queen ضرب F3 cash King D2 Bishop E3 cash King D3 Bishop F4 cash King C4 وزير ضرب رخ وبلعب اللاعب الابيض Queen D4 طبعا لو حصان يرجع حصان للدفاع كان افضلية كبيرة للاسود ولكن افضل من هاي النقلة لانه لانه الاسوأ هون اللاعب الابيض اكتشف خطأ نقلته هاي وقرر الاستسلام قبل ما يلعب اللاعب الاسود احمد عدلي نقلته فكان رح يلعب ملك ويصير في عنا وزير مقابل رخ وهي افضلية كبيرة كتير فلذلك منها النقلة بعد نقلته الابيض قرر الاستسلام وفاز احمد عدلي بالدور هذا هو كان دورنا لليوم اذا عجبكم لا تنسوا الاشتراك بالقناة وهي الرمز رح يطلع عنكم على اليمين شكرا المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله